نروح لموقف مصابي النادي الاهلي من مبراطي سانداونز والكتن الكاميروني النادي الاهلي هيسافر إلى جنوب أفريقيا غداً الأربعاء إن شاء الله بطائرة خاصة ويتبقى 11 يوماً في معسكر خارجي بين جنوب أفريقيا ويعد 11 يوم في جنوب أفريقيا والكاميرون وكهربا ومحمد أشرف بقوا جاهزين للمشاركة في المباريات محمد شريف وكهربا أصبح جاهزين للمشاركة في المباريات بشكل طبيعي وتواجدها بالفعل في قائمة الاهلي ضد المكونون العرب اليوم لكن لن يتم المجاسفة بهم وأحمد عبدالقادر وخياد عبدالفتاح خلاص بقوا جاهزين للمشاركة في مباريات سانداونز بشكل طبيعي بعد تعفيقهم من الإصابة التي لحقت بهم أيضا حسين الشحات هيتم تجهيزه للحاق بمبارات سانداونز لكن بنسبة 50% يعني 50% ممكن يلحق وممكن 50% ما يلحقش عشان مارس الكولر مش عايز يخاطر به عمري سولاي ومحمود متولي هيتم تجهيزه من اللحاق بمبارات القط صعب أنهم يلحقوا مبارات سانداونز القادمة ترجمة نانسي قنقر